في ميدي شون استقلوا صيد أيوب لغدام سي محامي نوردين بوتارب ودي رضاعة موزيكة ثام والمكلف من قبل نقط صحفين تونسيين للحديث ذلك كذلك اليوم على تفاصيل بطاقة الإداع بالسجن والتهم الموجهة سي أيوب مرحبا مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعين موزيكة ثام الأوماتر بعد الإيقاف الأسبوع الماضي والتحقيق في بوشوشة يجي قرار البارح في القطب المالي ببطاقة إداع في السجن قبل الدخول في تفاصيل محصل هل هناك تهم رسمية ضد نوردين بوتار اليوم؟ أكيد اليوم الملف وصل مرحلة توجيه التهمة خلافا لما كان عليه الأسبوع الفارض نحن في مرحلة بحث وما زالوا قانونيا فمش تهم وإنما ما فمش شبهة حتى تهم ما زالت ما متأكدتش منها النية بالعمومة اليوم قانونيا إجرائيا تم توجيه تهمة وتوجيه التهمة هذه جاء مصحوب بإحالة على قابل التحقيق بالقطب القضائي المالي تقول لي أنت شنو التهم اليوم اللي نتعامل معهم قانونيا نقول لك هي زوز تهم تهمة لولا هي طبيب الأموال وتهمة ثانية هي الإثراء غير المشروع هذو ما اللي موجودين على الملف تقنيا إجرائي محتوى الملف مسألة أخر مسألة أخر والمسألة هذه هي كانت مفصلية لحقيقة حاجة يجبني أنبيانها في دور النقابة الوطنية للصحفين النقابة الوطنية للصحفين كي كلفتني منذ البداية في الملف هذا كانت توصياتها أكيدة على ضرورة التأكد من أن الملف هذا هو ملف كما يشاع أنه ملف على أساس طبيب أموال وفساد مالي أو أنه يتعلق بمبدأ حرية الأعلام حرية التعبير وفيه مس من المكتسبات اللي اتحقت أم لا لأنه كانت توصياتها موافحة كذلك إذا فم أي شبه تعتبيد أموال فالنقابة لن تكون طرفا في هذا الملف اليوم بعد تأكدنا من طلعنا على البحث وطلعنا على مجرية التحقيق وجميع وثيق الملف من تسخير تقنية من نتائج لتسخير من سماعات كل ما هو في الملف يأكد دون مجل الشك وأنه الملف هو بالأساس متعلق بحرية أعلام بمؤسسات أعلامية تتحدث في السياسة حسب معايير معايير اللي نعتبرها دولية وشفافة ومعايير موضوعية سب تقلق الجهات معينة بشكون الجهات بذبط الأكيد وأنه ما عندهش علاقة بطبيب الأموال والفساد المالي هذا كعليش النقابة اليوم هي الطرف في القضية هذه من خلال تكليفها لمحامي للدفاع على نوردين بوتار لكن ماتر أيوب غدامسي حصلت مرافعات للمحامين في القطب قدمتوا معناها أنتم القراءة المتاعكم قدمتوا مثلاً منعرش أنا هل سئلة نوردين بوتار من خلال لجنة التحاليل المالية من خلال مثلاً منعرش أنا ممثل الدولة في مجلس الإدارة مراقب الحسابات نتصور أنه إذا كانت دور للقطب المالي والقطب المالي أنت كحاكم تحقيق باش تقول إخوان حاب نسمع لفلان وفلان وفلان صارت السماعات هذي؟ أكيد صارت آه صارت باش تقولوا الناس هذو؟ أنا عندي التزام قانوني هو سري التحقيق ولكن كل ما هو خارج إجراء التحقيق باش نعبر لكم عليه تفضل؟ تقول المحتوى متاع الاستنطاقة واحد نجم نوصفه بأنه حس التعارف بين قافي التحقيق وسينوردين بوتار اللي من المفروض عند بحث البداية عند الشرطة نسميه السماع يسمع وينقل لك الجمهورية قافي التحقيق دوره يستنطق يستنطق يعني يواجه المفنون فيه بمعطيات بأعمال بأفعال يقع تكيفها لاحقا قانونيا شنية الجرائم بتاع يواجهوا بها ويفهم هل هو ارتكبها ولا هل ارتكبها عن قصد أو غير قصد هل ارتكبها بظرف تشديد أو بظرف تخفيف حيفياتها هذا الكل البارح ما صارش البارح السينوجيم ايش اسمك ايش عمرك ايش عندك وقت ايش عملت الشريكة ايش دخلت من الشريكة ايش عندك ممتلكات ومبعد تلفت للدفاع وقالنا تفضله وترافعه ساعة من الزمن نحنا نتناقشوا مع عقافي التحقيق مش في المرافع نتناقشوا وينه الاستنطاق حتى ولينا نافع عقافي تعقيدوا يا فاك وقلنا له علش مسئلتوش على الأفعال والجرام قال اخي هوا ما فما أنا بش نسأل عليهم فما جريمة هي بش نسأل عليها بش نقولوا عملتو فاللا جريمة نحنا اجراءاتنا كلها فاللا قانون زدنا في التحقيق نبحثوا فاللا جريمة ونترافعوا فاللا جريمة يعني خبينا فصول قانونية ذكرها النيابة العمومية وقلنا راهوا نظريا هافي الجريمة ووقعيا ما تنتبقش نظريا هافي الجريمة ووقعيا ما تنتبقش يعني اصبحنا في مش مرافع على منوب اصبحنا في درس نظري في القانون فيما يتعلق بالفصول بالإحالة هذا من المفروض وقتها يرجع لي وكيل الجمهورية ومن المفروض أن وكيل الجمهورية في الأثناء هو الترف المنازع لماذا لم يقام بدوره لماذا تمت الإحالة لماذا تم السجن هذا السؤال يطرحناه تحقيق مباشرة بعدما تمنا الاستنتاق قلنا له مش نشاوره نيابة العمومية أولا نيابة العمومية هي طرف كيف نكيفها نحن الدفاع عن نوردين بوتار ونيابة العمومية الدفاع عن المجتمع نحن زوز أطراف عنا نفس الموازين نفس الإجراءات تحترم إجراءاتي وحقوقي في الدفاع وتحترم نيابة العمومية في توجيه التهمة وفي بحثها لحماية المجتمع المسألة هي تتطلب فما نيفام معين أنه الكلمة الأخيرة للدفاع إذا الكلمة الأخيرة للدفاع فالنيابة العمومية كان عليها أنها تحضر في الجلسة حضرت أو لم حضرت؟ لم حضرتش كان عليها أنها تحضر إذا تحب تبدي ملاحظات وتتكلم هي الأولى ثم الدفاع ينتهي بالمرافعة معقول هذا بالقلون السيد قافي تحقيق قلبها شعمل؟ استنتق المناوب اسمع المرافعات بتاعنا وقبل أن يتخذ أي قرار قال بش نرجع نعمل إطلاع للنيابة العمومية أحتاج الأستاذ الفرشيشي أحتاجينا جميعا قلنا لوراو عكس الإجراءات ومش معتدين بالإجراءة هذية قال أنا حر في تسيير الجلسة متاعي وفعلا تم الأمر كذلك ومشاه أعلم النيابة العمومية ورجع لنا بقرار الإداع وأبحث صورة بالنسبة لنا إذا نقول لوراو ما فماش جريمة وما فماش شبهة في تصرفات مالية مشبوحة إذا نقول لوراو النيابة وجهت اتهام بناء على تقرير أمني عبارة على بلاغ كذب وفيه معطيات غير مؤكدة وغير دقيقة وغير مستندة لأي وفقة مالية يعني الارقام جهة النيابة العمومية تحكي الأمن جهة أمنية جهة أمنية تقول ما داخل الموزيك 17 مليار وتم تخفيف فاها معناها بالتعمد إلى أفناش المليار فالفارق تم استغلاله في الضغط على الخط التحريري في توجيه الخط التحريري لإذاعة موزيك للإساءة رئيس الجمهورية وتأمر الأمن الدول هذا ما وترجع للجل التحليل المالية وترجع لكل الوثائق الممكنة بش يثبت هالفمها 17 أفناش والخمسة قصدي الوثائق ممكن التثبت منها وحاكم تحق عنده كل الصلاحيات أنه يثبت من الوثائق اليس انتي مكش جوريست واستنتجت حاجة منطقية جدا هو الهك المنطقي القانوني كذلك الذوق السليم في القانون يقول هك اي صار هكرة وما صار كان صار هكرة أنا مانيش في المشكلة هذي اليوم كان صار هكرة وما فهمش احتفاف أصلا كان صار هكرة وقرار الاحتفاف ما صدرش ورغم ما فهمش تحقيقهم بعد ولكن اللي صار وأنه الفقرة الأخيرة في التقرير الأمني اللي يحكي على الخط التحريري والتآمر هو اللي كان مهيمن على سير القضية ومهيمن على قرارات النيابة وهو اللي كان محدد في إصدار بطاقة لداء أنا بشنا أعطيك شوية أرقام مثلش إذا الأمني يقول لك أنه الموزييك عاملت 17 مليار الرقم هذا عمره ما صار أعلى رقم حقته الموزييك كان سنة 2018 بلاغ الشيفر دافير رقم المعاملات 14 مليار وطاح بعد 2018 صحيح طاح لكما طاحش للـ 12 أو طاح الأقل طاح العشرة مليارات عام 2020 بسبب الكورونا الكوفيد اللي في رب العالم لكل المستشهرين اللي ما عادش يستشهروا ها في كل أسباب أدات لأنه طاح يعني من المنطلق الارقام اللي مدها باح في البداية في التقرير الأمني هي أرقام مغلوط ومعندها حتى أساس من الصح أكثر من هك اللي قالوا كوميسيرو كونت عايتولو يبحث أي جستما الشهود يش يقولوا في الموضوع هذا هو عايتولو كشاهد وعايتولو وحدهم نحن قدمنا التقارير مثال كوميسيرو كونت تقارير قانونية ومدعى حتى في الارقام مثالش ماتر أنتم كيف تقال لكم شي هذا قدمتوا دوسي الدوسي هذا فيه كل المعطيات مأشر عليهم ريقل معمول كما تعمل أي شركة تحترم نفسه خاتي هذا هم الناس اللي قاموا بالوثائق هذه جيبوهم بش يسمعوه جيبوهم هذين كوميسيرو كونت نجيبو نسمعو ديريكتما أي يا أخوة مغير ما ندخل أنا في فيه نقول منطوق الأقوال تقريبا اشتقال من عند الشهود لا مثال شايف المعطيات صارت في البحث أنا نجم ننقولهم اللي صارت في البحث يعني معناها واضح وسليم جدا كنقول الكوميسيرو كونت وجاء وأكد التقارير اللي قدم لها نحنا كمؤيدات على رقم الأعمال وعلى الأرباح لتوزعت أي أي أكد ما اكتفوش باقي لو جويسيدي على الشبهة وعلى الجريمة نسالش بدنا بالمقلوب نحنا نوقف ناها لنلقوا جريمة باي قولنا لهم مش مشكل من المفروض يكون في حال تصراح وكتلقى جريمة توقف تعيطه إذا استدعي جيبوه في حال تصراح وإذا لقيت جريمة تستدعي لقاف وقفه تلقاف عنده شروط فيلم الأحداث واضح وقفناه قلنا له أنا مشكلة معاك في الخط التحرير ومن بعد بدنا لوجوله على مشكلة مالية كوميسيرو كونت ما كفهمش ما كفهمش شكونا عايتوا مشيه وجيبوا المدير المسؤول على الأملاك المصادرة باي لجنة التصرف في الأملاك المصادرة المديرة اللجنة هافي عندها مديرة يعايتوا على المدير العام للجنة هافية قال لهم التفاصيل تغيب عليها ولكن فما شكون مكلف بالملف متاع موزاييك هو اللي باش نحفره بموعد ثاني وحددوله موعد ثاني وجاء معقول وباش يعطيكم كل المعطيات معقول المفاجأة أنه المديرة هافي تقول اللي الأرباح اللي تحققها الدولة من شركة موزاييك من خلال مناباتها في موزاييك هي أرباح طائلة وتوصلنا في وقتها وكفر من هكا الجلسات العامة للشركة هافي الكل توصلنا استدعائيات ونحفرها وبما أنه وبما أنه رقم المعاملات كبير شوية وأرباحنا كبير فكنا حريصين حتى على دورنا الرقابي في كيفية التسيير المالي للمؤسسة معقول إذا أنت توفر لي في 300 ألف دينار في العام تقريبا فنقول لعلف عندك أكثر وتعطيني كان في هذوك معقول قالت راحنا شددنا الرقابة المالية على تسيير هذا محضر بحث هل تم استشارة لجنة التحليل المالية في علاقة بممتلكات نوردين بوتار قالوا ما عندوش فلوس سيدة ذا أو بش نحكي لك بالعكس زاد ها زاد ركي الملفات بتاع طبيب الأموال هاي اللوديك لانشمون بتاحهم في العادة يصير من لجنة التحليل المالية معقول احنا قلبناها مرة أخرى تخرج ليني للجنة التحليل تخرج الارم الارم هذين عايطوا عليها لسا دي معقول بيسور يتعمل إشعار تعمل إشعار مشكي تبدأ معاملات مشبوهة على مستوى وطني برك حتى في الخارج توصل لها المعطيات وتعمل إشعار إشعار لشكون بانك سنترال نيابة عمومية احنا مشينا من بعد الإقاف قلنا يا كتاف عندك شي عندك شي بوتار فماش يسي بوتار عنده شي حاجة شركة موزيك هم شافوا أربع أربع شركات أربع أطراف شركة موزيك وشركة على ملك زوجة بوتار تسحلة عمين وسكرت وقدمنا لهم مؤيدات وأملك الخاصة البوتار وزوجته تجاوب اللجنة هذية تقرير أولي دي ما هي في الجرائيل العمل عندها تقرير أولي ثم تقرير مفصل بناءا على التقرير الأولي يعني الانتيجته لن تختلف على التقرير الأول التقرير الأول اللي يخذوه بعدما يستشيروا جملة البنوك يعملوا دورة على البنوك والباكسنترال معهم وكذلك هناك هياك الدولية اللي معنية بالعمليات المالية المشبوهة والمستراب وعلى أساسها تعطينا تقرير أولي التقرير الأولي تقول حرفيا أنه لم يرد علينا بعد الاستقصاء أي تحري أي شبهة في علاقة بالمطلوب الاستفسار عنه عنده كونت البر عنده فلوس البر ما عندوش ما عندوش ما عندوش كان فما رام القاوة كان فما رام القاوة الترسل والنين التقرير الأول يقول لك لفما فلوس البر لفما عمليات مشبوهة أنا بعد الفصل قد قد ماتر لحقيقة هاو نقول لك منتوى حذر بحثك شنسألك أعليش فما إذن تهمة كما فما الجريمة الحقيقة اليوم راهوا حذري أحنا أمام مستمعين مستمعين هكترا وقدامهم أحنا في الشفافية التامة قاعدين نحكيوا على أصل للملف خلنا فهموا إذن شنوه لفما بالضبط إذا كان تشاور كل المعنيين في علاقة بالأرقام وكل المعنيين يقول لك لا راهوا السيد نضيفي لليش ما عندي حد شي أهي ملا اش يعمل في الحبس راجعين بعد الفصل السيد أيوب الغديمسي محامين الأردين بوتار مديري ذاعة مزايكة فهم المكلف من قبل نقابة صحفين تونسيين كان سي أيوب نلخص وصوفت كونترولي فضلك سي أيوب سي عقبل كل شي كان أيوب غديمسي قال لو كان عنا أحنا أي شك في علاقة بالنقابة تأكد لدينا بعض السماعات وبعض السماعات كل الشهود أنه تقريبا القضية عملت بالمقلوب فما هي تنقول تقارير أمنية تشكيت من خط التحريري المزايكة فهم بعد السماع الأول يتم سماع وإحالة نظيم بوتار على القطب المالي وغادي حابوا يعارفوا عندوشي مشكل في طبيع الأموال عندوشي مشكل في ممتلكاته الخاصة ومن الغادي تصارت السماعات لكل ولكلها كانت موسين دا الفكرة أنه كل شي سلامات يتم الإداع هنا كان سؤالي قبل الفاصل علاش ماله هذا الكل مرة أخرى نرجع أيوب لغدين علاش إذا كان كل السماعات توصل إلى سلامة المعاملات يقول قال لش يعمل في الحبس نوردين بوتار علاش نحنا اليوم نبحث وعليش سيمون دين في الحبس وذي بش نجاوب عليه في أخر عرف المعطيات باهميش نستنى ما يقلقنيش المعطياتش تقول دونك بخلاف أنه كل ما مشاوا المنطقة يبحثوا على الإيدانة إلا والقاو أدلة براءة وهي مول بحث ميزان فما الإيدانة والبراءة منا والتحقيق بشي رجح بناتهم قاف التحقيق رزنة عليه أدلة وقراء البراءة رزن وياسر وما فم حتى شبه القاها ونحن شاهدين لربة خمسة محامين موجودين مناش مقدموش هذا يقول كي ما عنديش تهمة كي ما عنديش جريمة كيفاش تحبوني نستنطق فأنا هاني بالنسبة لي اللي موجود سئلته عليه أنه ما فماش أفعال مجرمة هذا الميلة فجانية ما عنديش حاجة أخرى الأغرب من هذا تفضل أنا ماسمعتش وما نصورش أنتم معالميين وسمعتوا بمؤسسة إعلامية من 2011 اللي يومنا هذا مدخلة للدولة حوالي 100 مليار بالأرقام 100 مليار؟ حوالي 100 مليار مدخلتهم للدولة من التصاريح الشهرية للأداءات للتوزيع المربيح يعني الأرقام متنجمة تكون كان مشرفة للمؤسسة وحتى الدولة دولة مستفيدة يا سيدي الأسهم المصادرة اللي هما حوالي 13% كان قيمتهم 2011 كان قيمتهم 390 مليون اليوم تم تقديرهم في عملية بيع الأسهم هذن الدولة تحب تبيحهم والعملية البيعة تمت تم تقديرهم بزوز مليارات وربعمائة إذا ربح ولا مش ربح ربح وعملية البيعة توفي وزارة المالية متوقفة على بعض الإجراءات الإدارية إذا التصاريح الشهرية مثلا من جوان 2007 مش لازم 2003 إلى يومنا هذا للبارح للبارح 46 مليار و500 إذا مجموعة الأداءات على الأرباح من 2003 إلى يومنا هذا أداءات على الأرباح 16 مليار إذا الدولة تاخد في جملة أرباح من 2011 تصادرت 3 مليارات و900 3 مليارات و900 وهذا لكل أرقام نقدمها تأكيدا على الشفافية المالية في التسيير الأرقام هذه موجودة في الارانو وبش نقدم أكثر التفاصيل عليها في الندوة الصحفية التي تستعقد غدوة بمقر نقابة صحفين ما لحداش إذا هذا الواقع متاع الوضعية المالية متاع موزيك اليوم فالسؤال يطرح أكثر من مرة أعليش اليوم مدير عام موزيك في السجن عليش بتاقط إيداع إذا الدولة شريكة في الإيداع هذه وتقول لي أنت أنا متهمك كمدير عام بالإفراء غير المشروع يا أخي الإفراء غير المشروع هذا مش الدولة قاعدة تستغل منه في جزء مش من المفروض تكون مشاركة الدولة وحتى نصل إحالة فيها تهمة المشاركة بنعرفوش لش كون موجهة لكن فيها تهمة المشاركة إعاد من بابي أولاني تكون الدولة شريكة في الجريمة هذه وهذا كعليش نحن رقينا المحافر متع السماعات متع اللجنة الأموال المصادرة متع اللجنة التحاليل المالية متع المكلف المكلف بنزاعات الدولة حق وزارة المالية والمالية كيف كيف تسمع وأكد على أنه الأرباح تجينا في وقتها وعلى أنها قاعدين نحفره في كل الجلسة العام متعلنها للشريكة يجاوبني ملاهنية أنت كجهة بحث وجهة اتهام أعليش اليوم وجهة تهم هذي بالمحتوى الهشم متع الملف القذائي وبالوضعية المالية الشفافة لقدامك اللي أنت أول مستفيد منه ما فهماش مؤسسة إعلامية تعمل في الأرقام هذه على الأقل على مستوى معلن ينجموا يعملوا أرقام أكفر وهمش معلنين عليها أمورهم هذا موجود أي مواطن ينجم يدخل بالمعارف الوحيد ويلقى الأرقام هذه موجودة إذن هي أرقام منشورة متعارف عليه أنه نرجع وعشرين سنين التالي في علاقة بتكوين شريكة وإلا في علاقة بالتمويل الأول للنواة الأولى للشريكة هل هذا موجود في بوصلة وإلا في عند الدولة اليوم عند السلطة شنو لي موجود لي موجود وأنها عند الحق بالقانون ترجع عشرة سنوات لا نحن عطيناها أكثر والغريب في الأمر أنه التهمة التي توجهت للسينوردين بوتار يعني طبيب أمويل على معنى زوز قواني قانون 2003 قانون 2015 قانون 2003 قلنا شنو سبب لي خليها ترجع يبدو أن هناك أفعال تمت من 2003 إلى 2015 يعني قبل صدور القانون 2015 حسبناها قلنا من 2013 مع عشرة سنين نرجع يسيدي 2012 حالتش 2015 نحاول ونلقا الأفعال المنسوبة لي ما لقينيش ما فميش به كي ما فميش في الأفعال في فترة هذيك ارتكزوا الأفعال الجديدة ملاعليش يحطوا في القانون القديم في نص لي حال نص القانون الجديد نسخ القانون القديم القانون القديم ما لقينيش إلا في الأفعال اللي صارت قبل صدور القانون الجديدة هذا ما لقينيش في الملف التهمة الثانية هي الأفراء غير المشروع الأفراء غير المشروع شما أنت أفراء غير المشروع بربي الأفراء غير المشروع وضحها المشرعة تونسي قال لك كل واحد تزيد الأرباح متاعه بصفة واضحة ملموسة وما فماش تبرير يسيدي نقول وافحة لعي الناس تشوف مستوى عيش كان اليوم في مستوى معين غدوة صباح حاج أخر غني ولا غني هذا ما هوش مجر وقتاش تولي جاري مثل الأفراء غير المشروع وقت اللي ما يقدرش يبرر أمنين جاءت الأرباح هذيك بررنا نحن برر نحن بررنا هما قالوا رأوا الأمليك في حدود الأربع مليارات قلنا لهم هاو ما يوفيد لأكثر مداخيل يعني مداخيل أكثر رأي شبهة تقوم وقت اللي أنا عندي معنى ذمتي المالية عامرة بمبلغ عشرة مليارات وانت تلقاني مالك بثلاثين مليار ولا ربعين مليارات ما يقابلش بارك هنالش شبهة ما تقابلش فما شبهة إيجي نبحث ومساعدش منين جيت المعطى الأمني بيدو بخلافة أن الرقم بتاعه غالطة ما جيبش حاجة محل شبهة جيب قال هاو المعاملة بتاعه قدش فلوس وهو قدش يملك يهفى فلوسه في السابعة مليارات ويملكها ربعة وين المشك هذه المعطيات الأولية بتبعط الحال أكثر معلومات في ندوة صحفية غدوة في مقر النقابة البطنية الصحفيين اليوم ما هي قناعة هيئة الدفاع إذن على ضوء كل هالمعطيات أيوب لغدامس هيئة الدفاع عندها قناعة وابحة فضلا السبب الرئيسي لوجود المدير العام المزيكة الفام في السجن هو البلاتوم البرنامج السياسي اللي أقلق السياسيين أقلق المسؤولين وهو قاعد يخلص في ضريبة الرأي الحر اللي قاعد يتساغ ويتعبر عليه في المشروع هذه كذلك قناعتنا راسخة أنه هذه رسالة لكل الصحفيين ولكل المنابر الإعلامية أنه يأما تنصاع إرادة السلطة وتهلل وتبارك التوجهاتها مهما كانت وإلى رغم مصيرك التتبع وزج بك في قضايا ملفقة وما فيها حتى أساس من الصح في النهاية الرسالة هذه راهي موجهة للإعلام الحر موجهة للناس اللي تتمتع بحرية التعبير هذه قضية نعتبرها نموذجية في القضاء على مكسب مهام جدا مكسب الفورة التونسية اللي هو حرية التعبير راحنا عديد المكتسبات قاعدين نتراجع عليها اليوم بعد فلوتاشن سنة من الثورة الحقيقة يوجع أنا نرجع ونحكيه على حرية التعبير يوجع أنا نحكيه على منابر إعلامية واليوجع أكثر أنه فما قصص نجاح يحبوا يردوها عبرة ويلفقوا لها ملفات تشوهلهم الصمع متاحهم وتخلي بعبرة أخرى يعني اليوم أي واحد بش ينجح في حياته إذا ما يكونش موالي للنظام وما يكونش يأتمر بقى وامره يجب أن يكون محل تتابع شنو السيناريات المطروحة بعد بطاقة الإداع هل توصل إلى حدود الاستيلاء على موزايكا فام لا 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 الشركة بتاع موزايكا فام ماش مجبوضة أصلا الملف فيه فقط المدير العام منسوب له التهمة الموجودة نحنا نقول ونعاود التهمة الرئيسية راهو الضغط على الخط التحريري باستعمال الأموال لإساءة للإساءة للعياسة الجمهورية والتآمر على أمن الدولة وهذا هو اللب متاع الملف موجود في التقرير الأمني بعد شنية الأساليب اللي يستعملوا فيها بشي غطيوا على هذا نحنا ما نشف ركزوا مع برشة والإجراءات اللي عنا نطمن الناس اللي تسمع واللي خايف على حرية الأعلام والحرية التعبير هو أنه اليوم صابينا مطلب إفراج سيقع ورفضه هذا يمتأكدين منه لأنه قابل التحقيق مش بدل بالليلة ونهار وما نتصورش اللي فهما شكومش يجي ويقول له سيقع علينا اليوم فسيقع رفضه نحنا ماشيين لدرجة أعلى من قابل التحقيق ماشيين لدائرة الاتهام دائرة الاتهام عنا أمل من حيث تكوين القوضات من حيث التجربة متاح من حيث أني تركيبة ثلاثية ما عادش قابل واحد فردي كما قابل التحقيق يهز الضغط لكل واحد ستصلت رقابتها معناها عشنا حالة احتجاز غير قانوني للمنوب راهو مدة احتفاف وقت اللي يقول القانون طوفه بالساعة بالتاريخ والساعة راهو مش يلعب راهو كيحسبها لك خمس أيام راهو كي تفوتهم بساعة تسمع تديت على حرية الفردة ذاك راهو فما كل ميزة منظمة يا سيدي نحنا ما نحبوش فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا كميثيل عندكم عقدة منها نحكي لك على الجزائر والقابان اللي منظمتها الحالة هذية ما فاماش احتجاز غير قانوني غاديك بالطريقة هذية نحنا اليوم مناوبنا كان في جيول دون ابن قانوني أو قضائي وقعد ساعات وهو محتجز وما عندوش الحق يقابل لمحاميه لعايلته هذي إخلالات كبيرة وفكرناها القاوة التحقيق التفتيش الابن بالتفتيش راهو قاوة التحقيق وحده ودون سواه بالنص هو اللي عنده الحق يدخل ديار الناس بشي يفتش يباح في البداية بإذن من وكيل جمهورية تخل تخل تلاستفنية الوحيد في حال التلبس ونحنا معناه جريمة متلبس به رامي يحكي وعلى معناها معطيات مالية ومتع تأسير شركة تعود لسنوات هو ما بفهمه يعني حالة التلبس ما هيش متوفرة بالتالي أنه وكيل جمهورية وبياح في البداية يدخلوا الدار هذا تجاوز وأصلا جريمة يعاقب عليها القانون كان يمكن البحث في هذا الكل ونردن بوتار في حال صراح يا بالأصل الأصل في الأمور أنه الإنسان بريء سلب الحرية هو الاستفناء وعنده شروطه إذا كان يخشى منه أنه يطمس معالم الجريمة أنه يهرب أنه يرتكب جرائم أخرى هذه معايير دولية روح في الإيقاف هذا غير متوفر ورغم ذلك نلقاهوا الاحتفاف خباوة ونلقاهوا كذلك الإداءة بسجنة فيه واللي هو مسألة اختيرة ياسر وفي الحقيقة التعامل بتاع القضاء مع حرية الناس يعني نقطة استفهم ما حابش تدو ونقول لك حاج أنه المساج اللي ما حابوش يفهموه القفاء أنه كل نظام يستعمل السلطة القضائية يتيح وتتحمل المسؤولية والمحاسبة تصير لبعض القفاء يخلصوا هما النتيجة بتاع الاعتداءات هذه وتجاوزات هذه لكن ما يتربيوش اللي بعدهم ما يتعلموش منه يالتحق بنا بسام تريفي رئيس الرابطة تونسي لدفاع القوغنسان خلينيكم من عنده وانكم ملترى شو ومن بعد من بعد نمشي معاه لبعض المواضيع الأخرى أخد بحثين الماتر من فضل كنت تسمع سيب السام رئيس الرابطة تونسي لدفاع القوغنسان واضح أنه إحنا إذا ملف مركب واضح أنه إحنا إذا لحقيقة مشكلة كبيرة يسر أيوب لغدامسي خلص في قناعة للمحامي أن المستهدف هو حرية التعبير مما لا شك في معناها كل من اللي قاعد يحصل عنا جمعة من الإيقافات من الانتهكات من التتبعات من الهرسلة من طريقة الإيقاف من خرق الإجراءات كما كان يحكي الأستاذ معناها بدون أذون قضائية ندخلوا نرهبوا الصغار والنساء والكبار والعائلات هذا الكل ينمى لأنه ليس مصار قضائي عادي ليس في إطار المحاسبة ليس في إطار تطبيق القانون لكن هذه حملة ليس منهجة لضرب حرية التعبير ولا يسكيط كل صوت حر وكل رأي مخالف لتوجهات السلطة السياسية الحاكمة حالية هذه قناعة قاعدين نشوفه فيه كل يوم ويزيد يتأكد هذا اليوم من خلال الملفات القضائية معناها اليوم كي نسمعنا الأستاذ أيوب الغديمسي بالحق معناها وانا ود المحكمة ومحامي ونعرف شنوه هذا بالحق أنا اليوم خايف على الحريات خايف على تونس خايف على استقلال القضاء خايف على مستقبل صغرنا على ما ينتظر فينا بعد اليقاعد يحصل هذا الكل أمر مخيف اليقاعد يحصل ماذا بنا معناها الأمور فما صوت حكمة يقول أن هذا ما نجمش يصير في تونس نجمش نواصل بالطريقة هذه شكرا لك باسم تريفي شكرا لك مترايوب الغديمسي إذا نذكر غدوة الموعد مع لحدش متع صباح لحدش وكون فير من دون غالخات قاعدنا نشوف شوية الوقت اللي نجمي يهم ويكون مناسب للصحفيين كل لحدش متع صباح النقابة الوطنيين للصحفيين الموعد بش يكون مع هيئة الدفاع اللي بش تقدم كل معطيات الفكرة الأساسية أحنا رانا وسيلة أعلام ماهو بش يكون موجود من موزايكة كان المعلومة كان المعلومة الشفافة معانا ما نخبيه معانا ما نخبيه معقول جدا أنه زوم الأصحفيين لازم يكونوا موجودين وعارفين وفاهمين الملف هذا اللي تعتبر هيئة الدفاع أنه يستهدف روح المهنة متاعنا دونك بطبيعة الحال أحنا مانيش فقط في الملف القضائي لكن احنا زادها في الملف اللي يهم مصير مهنة كاملة شكرا لكم شكرا لكم ماتر بركة الله وفيك أيوب الغدامسي هذا الموعد الأول ستتواصل المواعيد تباعا فهمتوا الموزايك مع مانيش زازة فهمتوا أنه في موزايك حوالي نعطيوكم المعلومة نفهم المعلومة وأكثر فأكثر